اشتباكات بين الجيش ومليشة الحوتي جنوب شرقية مدينة تعز قبائل شبوى تمهل تشكيلات مدعومة من الإمارات عشرين يوما لتسليم قتلة الشاب صدام طلاب اليمن بالخارج يلوحون بتصعيد الاحتجاجات أمام السفارات اهلا بكم في اخبار الواحدة من يمن شباب والبداية من الملف العسكري حيث تجددت المواجهات بين قوات الجيش ومليشة الحوتي الإرهابية جنوب شرقية مدينة تعز وقال المركز العلامي لمحور تعز إن الاشتباكات تجددت في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم دون ذكر المزيد من التفاصيل غير أن المعاركة جاءت بعد ساعات من معاركة مماثلة في الجبهات الشمالية والشرقية للمدينة وفي وقت سابق من يوم أمس لقى أحد عناصر مليشة الحوتي مصرعه وأصيب اثنان آخران في عملية إغارة نوعية لوحدات الجيش في تبة لوزم استولى قيادي في مليشة الحوتي بقوة السلاح على مركز صحي بمحافظة ريمة ووفقا لسكان محليين فقد استولى الإرهابي محمد الحيدري بمديرية كسمة والذي تم بنائه وتأثيثه على نفقة فاعل خير كويتي لخدمة المواطنين وأوضح سكانوا أن القيادية الحوتي يسعى إلى ضم المركز إلى مكتب الأوقاف وفرض أقاربه لإدارة المركز الذي يضم أجهزة ومعدة طبية لعلاج المرضى في إطار انتهاكاتها المتواصلة اقتحمت مليشة الحوتي الإرهابية مركزا لتدريس وتحفيظ القرآن في مديرية الرضمة بمحافظة إبل غرض تحويله مقرا لمنظمة خاصة تتبع إحدى قيادتها مصادر محلية أكدت أن الميليشة بقيادة محمد صالح الحجيلي اقتحمت دار القرآن بقرية ضيس ويلع عزة كحلان بهدف تحويله مقرا لمنظمة تتبع أحد قيادات الميليشة ويتخذ منها وسيلة للثرى ونهب المساعدات في الوقت الذي كان قد أوقفه أحد الأهالي لغرض تدريس وتحفيظ القرآن الكريم ومنذ عدة أشهر صعدت مليشة الحوتي من إغلاق مراكز تدريس وتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها وحولتها إلى مقار وتكنات عسكرية خاصة بها في ظل حملتها المتواصلة لجباية المزيد من الأموال لإثراء قادتها شرعت مليشة الحوتي الإرهابية بتوسيع عملية تأجير شوارع مدينة إب لفرض مزيد من الجبايات والإيرادات وبحسب مصر مطلع فإن نافذين في المليشة يعملون في مكتبي الأشغال وصندوق النظافة والتحسين شرعوا في إنشاء أكثر من مئة كشك حديدي لتأجيرها على بايع القاد بعوائد مالية كبيرة المصدر أكد أن المليشة تعتزم إنشاء الأكشاك على طول الشارع المؤدي من مكتب التربية إلى مفرق ميتم بحيث تجني منها عائدات مالية تصل لقرابة نصف مليون ريال يوميا فضلا عجبايات وإتاوات مالية أخرى يتم تحصيلها من بايع القاد نددت الحكومة باستمرار مليشة الحوثية الإرهابية في إجبار التجار والمواطنين على تمويل احتفالاتها العنصرية المستوردة من إيران جاء ذلك على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني والذي أكد أن المليشة تواصل فرض الجبايات على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسخيرها لإحياء احتفالاتها الطائفية متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبين الإيراني أن المليارات التي تنفيقها مليشة الحوثي لتعميم طقوسها الطائفية ومحاولة فرض أفكارها الدخيلة بقوة السلاح تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفية دولة المنهوبة منذ تسع سنوات وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين إلى ذلك أفاد مصر محلي بوفاة شاب دهسا بتقم تابع لمليشة الحوثي في إحدى مديريات محافظة الحديدة التي تشهد انتهاكات حوثية واسعة وذكر المصدر أن الطقم الحوثي كان يسير بسرعة جنونية قبل دهس الشاب ربيع حسن يابور أثناء قطعه للطريق الرئيس في المنصورية وأضح المصدر أن الطقم الحوثي لم يتوقف لإسعاف ربيع بل واصل سيره تاركا الشاب يصارع الموت حتى فارق الحياة ينتظر اليمنيون بفارغ الصبر نهاية تقود مليشة الحوثية الإرهابية وقادتها إلى مصيرهم المحتوم جراء ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات طيلة تسع سنوات نهاية يأمل اليمنيون أن تكون قريبة تعود معها الدولة التي تأخذ بحقهم من ظالميهم على مدار الوقت القيادات السلالية للميليشيا وجموع مسلحيها في حرب ضد اليمنيين وسلب للأراضي والممتلكات وقتلا وخطف وجرائم لا حصر لها كما يحدث حاليا في مديرية مجز بصعدة حيث وسعت الميليشيا عمليات السطو على أراضي المواطنين تحت ذريعة مواجهة العدوان بررت الميليشيا لنفسها سلب الأموال والممتلكات وفرض القمع المميثي وألغت الحريات وفرضت العنصرية بقانون زائف بغية تكريس العبودية كأمر واقع غير أن تبعات ممارسات الميليشيا ارتدت عليها حيث يسود الغضب والاستياء كافة فئات الشعب اليمنية وحسب مصادر سياسية وحقوقية يعم الشعور بين اليمنيين بضياع تسع سنوات من أعمارهم بسبب مغامرات الحوثي وأسرته وعصابته السلالية وصولا إلى أسوأ وضع من الفقر والجوع طال اليمنيين جميعا وانتعاش الحوثي وزمرته بامتلاكهم المليارات المنهوبة من خزائن وموارد الدولة واحتكارهم معظم القطاعات الاقتصادية ومتجرتهم بالدين والتعليم وفلسطين تسعة أعوام ذهبت سدى وما تزال العصابة الانقلابية العنصرية ترفض دفع الرواتب وترغم موظفية الدولة على العمل دون راتب أو الفصل كما تعمل على تنمية ثروات العصابة الحوثية فقط على حساب تدهور أوضاع البلاد وبعد أن تسببت حربها في نزوح قرابة خمسة مليون يمنيا داخليا وخارجيا وقوضت معيشة الناس واستولت على كافة المقدرات ونهبت الرواتب والموارد وجعلتها حكرا على الحوثي وأسرته وعددا من القيادات والأسر المتورطة في فضائعه وجرائم حربه التخريبية فهل سيفلت الحوثي بجرائمه طيلة السنوات الماضية الضائعة من حياة اليمنيين؟ تساؤل يبدو غليان الشارع العام وتأجج الغضب في صنعاء ومختلف المحافظات كفيل بالإجابة عليه في المرحلة المقبلة على صعيد آخر أمهلت قبائل شبوى السلطة المحلية وقوات دفاع شبوى المدعومة إماراتيا عشرين يوما لتسليم المتهمين في قتل وتعذيب الشاب صدام مجرب إلى القضاء جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماعا للقبائل في قرى آل سليمان قرية الكرموم والتي أكدت رفضها واستنكارها لانتهاك حرمات بيوت آل مجرب والاعتقالات خارج القانون البيان المديل بتوقيع أكثر من أربعين شخصا طالب بتسليم كل المتهمين للقضاء وسرعة الحسم في القضية خلال عشرين يوما محذرين في الوقت نفسه من التستر على أي مطلوب أمني محملين من يتستر على المطلوبين أمنيا بتحامل النتائج وأقر الحاضرون تشكيل لجنة من أولياء الدم آل سليمان والحاضرين والتنسيق مع سلطة المحلية والأمنية في المحافظة في الملف الاقتصادي نظم عشرات الأهالي وقفة احتجاجية بالقرب من مطار عدن الدولي تنديدا بتدهر الخدمات الأساسية الوقفة التي نظمها أهالي حي الرشيد بمديرية خور مكسر طالبت بوضع حد لمشكلة انقطاع الكهرباء والمياه عن منازلهم فضلا عن انتشار الأمراض الوبائية في أوساطهم نتيجة طفح مياه المجاري في الشوارع ودع المحتجون بمعاملتهم كسائر أحياء مديرية خور مكسر بتشغيل الكهرباء وتوفير خدمة المياه وتوفير الخدمات الأساسية وناشد الأهالي الحكومة والسلطة المحلية بتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم الكبيرة في ظل استمرار اتفاع درجات الحرارة وتدني الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في شأن آخر لوح طلاب اليمنيون المبتعاتون للدراسة في الخارج لوحوا إلى تصعيد جديد في سياق برنامج الاعتصامات الطلابية السلمية الذي بدأ منذ أشهر في الملحقيات الثقافية بمختلف دول الابتعاث للمطالبة بمستحقات بالمالية المتوقفة لأكثر من عام الطلاب خلال حملة إلكترونية حملت أو حملت واسم إلى هنا وكفى قالوا إن الوضع لم يعد يحتمل ودعوا الرئاسة والحكومة لعمل حل جدري لمعاناتهم متسائلين عن عدم إدراج ملف الابتعاث ومعالجته من الوديعة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا وحمل الطلاب الحكومة ووزير التعليم العالي والفني خالد الوصابي المسؤولية الكاملة تجاه ما وصلوا إليه من معاناة وتدهور أوضاعهم المعيشية والنفسية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية مؤكدين على استمرارهم في تمظيم الاحتجاجات وتصعيدها حتى ينالوا كامل حقوقهم القانونية كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عجز أكثر من مليوني طفل يمني عن الالتحاق بالمدرسة بسبب الحرب التي تفرضها مليشة الحوثي وقالت اللجنة في بيان مقتضب إن عشرين بالمئة من المدارس الابتدائية والتنوية مغلقة لافتة لأن التعليم يتعطل بسرعة وبشدة بسبب الحرب تأسيما الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها التلاميذ والمعلمون وأكدت أنه في العادة ما تكون المدارس مباني مدنية ما يعني أنه يجب عدم استهدافها بالهجوم كشف بحث متخصص في الآثار عن إعلان رسمي عن مزاد في تل أبيب الواقع في مقاطعة يافا وعسقلان الفلسطينية لبيع قطع أثرية بينها خمس عشرة قطعة من أثار اليمن القديم في الثالث من أكتوبر القادم وأفاد البحث المهتم بعلم الآثار عبدالله محسن إن المزاد الذي يقيمه عالم الآثار الإسرائيلي المثير للجدل روبرت دويتش ويضم 373 أثرية منها خمس عشرة قطعة من أثار اليمن وبيّن أن الآثار اليمنية تتكون من خمس قطع من المرمر وعشر قطع برونزية وتعويذة من الفضة مشيرا إلى أنه لم تظهر ضمن المعروضات لوحة برونزية رائعة يبرز منها وجهان لشابان وسيمان وفي أسفلهما كلمة شي إي إم أعلن مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت رصد هزة زلزالية بحرية قبالة المياه الإقليمية للمحافظة بقوة 4.4 درجات على مقياس رختر المركز قال إن بؤرة مركز الهزة تبعد عن مدينة المكلة 162 كيلومتر على عمق ضحل بلغ 10 كيلومتر وأضح أن سكان المحافظة لم يشعروا بالهزة نتيجة لبعد بؤرتها ودرجتها المتوسطة ولا مخاطر منها وجاذلك بعد ساعات من تعرض المغرب لزلزال بقوة 7 درجات أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً بينهم 1444 حالاتهم خطيرة بحسب وزارة الداخلية المغربية دشنت أكاديمية الريادة العالمية لكرة القدم فرعها في مدينة تعز بفعالية فنية وخطابية ومباراة استعراضية جمعت بطل الدوري نادي فحمان أبيان وفريق نجوم تعز المزيد في التقرير التالي قطوة إلى الأمام في تاريخ كرة القدم اليمنية تسجل هنا في تعز هكذا يصف رياضيون افتتاح أكاديمية الريادة العالمية في المدينة المحاصرة حفل جماهيري كبير تخلى له العديد من الفقرات الفنية والخطابية في ملعب الشهداء قبيل تدشين المباراة بين نادي فحمان ونجوم تعز الذي جمع لاعبين من أندية المدينة والريف والساحل حفل افتتاح الأكاديمية بوجود بطل الدوري اليمني بمباراة استعراضية حبية مع نجوم تعز الأكاديمية طبعا تعتبر امتداد لأكاديمة الريادة العالمية في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك أكثر من 16 فرق على مستوى العالم أجمع لنا تواصل فني وإداري ومن خلال هذا التواصل سيتم رفض الأكاديمية بلاعبين مباراة حماسية حاول فيها كلا الفريقين إظهار قدراته لتحقيق الفوز غير أن فحمان القادم من أبيان أنجز المهمة بنجاح والله مباراة كانت حلوة حبية بمناسبة افتاح الأكاديمية وهذا الشرف مننا أننا نجي من أبيان نفتاح أكاديمية الريادة سجل فحمان حضوره بهدفين نظيفين ليسعد جماهير تعز التي آزرته طوال المباراة واحتشدت الجماهير إلى ملعب الشهداء منذ ساعات الظهيرة حتى بدأ شبه ممتلأ بهذه الطريقة عبر جماهير تعز عن رغبتهم بعودة دوران الكرة ومختلف الأنشطة الرياضية بشكل مستمر ورسمي سعدها أكثر بحفاوة الاستقبال وشاهدنا طبعا القمهور تعز اليوم كله فحماني وهذا يعني أثلك صدورنا بحقيقة يعني والأمر هذا مش غريب على أبناء تعز المباراة احتفالية ما في فيها خاسر كلنا كاسبين بإذن الله تعالى نشوف الأكاديمية تفرخ لاعبين ونقوم للمنتخبات الوطنية في المستقبل وتستعيد تعز مكانتها اللي فقدتها يعني بسبب الحرب وبالعودة إلى فعالية الافتتاح فقد أكد القائمون على الأكاديمية أن اختيار مدينة تعز مقرا لها يأتي لتمتعها بكافة المقاومات المادية والبشرية التي تحقق أهداف الأكاديمية المتمثلة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتطويرها وتعد أكاديمية الرياضة العالمية واحدة من الأكاديميات المنتشرة في الوطن العربي ولها مقرات في ستة عشر دولة عربية وأجنبية وترفض الأندية باللاعبين وتسعى في فرعها بتعز إلى رفض الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب التي تعمل على إعدادها رياضيا وثقافيا وتربويا عبدالعز الزبحان يمن شباب تعز انتهد النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها اشتباكات بين الجيش ومليشي الحوثي جنوب شقية مدينة تعز قبائل شبوى تمهل تشكيلات مدعومة من الإمارات عشرين يوما لتسليم قتلة الشاب صدام طلاب اليمن بالخارج يلوحون بتصعيد الاحتجاجات أمام السفارات ختم النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر